صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم ما عندنا وصفة اليوم الحمد لله وشكر الله الأولاد نزلوا مدارس خلاصاً أونلاين خلص فأنا حبيت أنفض البيت وكمان حبيت أشارككم النظافة عشان كلنا نتشجع وننفض بيوتنا أنا بدأت بيغور فتيل فحبيت أغير مكان السرير لأنه مرات تحت السرير بيكون في وسخ كده هو النظافة اليومية بننظفه بيظهر كأنه نظيف لكن لما نزحزح الحاجات في شوية وسخة كده بيطلع فحبيت أنظف الغرفة وغير مكان السرير وهو دايما بنتشاكل في الألوان أنا وأبو الأولاد لأنه هو بحب الألوان الأسود وما بعرف الرمادي فأنا دايما بحب اللاس الأحمر وما عرف الأخضر الحاجات الزيدي فالمهم فكفت السرير دا هو يعني ما من قدام من وراء السرير نظفته نظيف مرات بيكون في أتري بنا عما كده نحن ما ما بنحس بهه فكفته يعني مش فكفته شلت الخشب اللي هو بيكون فيه الفوق والمرتبة نظفته تحته وده بعد ما غيرت المكان لفيت السرير يعني فجيت نظفت الخشب على السريع بعد ما نشف نزلت عليه بالمرتبة زحزحت الكراسي والتلفزيون اللي هي كانت نظافة اللي انتو بتعرفوها يعني النظافة العميقة فزحزحتها ومسحتها نظفت أول بعدين مسحته كويس الحيط كان فيه شوية وساخة كده برضو بالموية ديك نظفته في شوية موية مع كيلوروكس وهين الكراسي برضو حبيت أشي لو فيه أتربة أو أي شي لأنه إحنا غرفتي على الشباك فدائما بدخل أتربة لما نفتح الشباك نهوي البيت فبس يعني كانت نظافة سريعة وسهلة وسريعة يعني الواحدة لما تتهد يعني تخدت لحاء النية بتقدر تخلص السريعة فهين بس خلاص أرجعت الكراسي في مكانه ومسحت الطاولة وبس هنا حبيت أفرش الرمادي الدور كان على الرمادي أنا خلاص كان دوري خلص فهين فرشت كل رمادي في مغلا التوليت أحد قوله توليتك جايط أنا إحنا يعني بنحب يكون كده كل واحد بيعرف حقه يعني أنا هو محمد خاتي حاجاته في النص وأنا بالأطراف فبس كده يعني هو بنكون دايما بنحب توليتكو مليان كريمات لأنه دايما بنجلبت كتير يعني فبس كان روتين بسيط وسريع عندنا الطرابيس دي لأنه وقت الشاوي كده بس نجره علينا وخلاص الموضوع انتهي يعني وطبعا المفارش في الأرض مهمة جدا وخاصة في البرد الواحد ما بقدر يكيف سايح وخلاص وآخر شي بخرت الغرفة ونضفته فإن شاء الله انتم كمان تستهدوا تزحزحوا مع النظافة العادية النظافة اللي مقصودة اللي هو زحزح ونغير شوية والتغير حلو شديد أنا كان عكس السرير كان عكسي فغيرت مكانه ولمرأة الكراسي ما بقدر غير عشان التلفزيون فبس كان روتين بسيط وإن شاء الله يعجبكم وما أكن طولت عليكم والنظافة دايما بقول لكم النظافة حاجة حلوة بتحس براحة نفسية وليوم كان ظريف يعني وبس وختمت اليوم بكونافة لذيذة الوصفة بتاعتلكونا فهنا نزل عليكم في فيديو بعد الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يكون تشجيعي دايما بقول لكم الغرض من فيديوهات النظافة تشجيع وليس إلا لأنه أنا ما بعمل الحاجة اللي هو يعني غير بس تشجيع يعني وما أكن طولت عليكم والسلامة سعراب 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 شكرا